عقد وزير الخارجية والهجرة رئيس لجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان السفير بدر عبد العاطي اجتماع النفط راضيا مع بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جناف في إطار متابعة دول وجهود البعثات المصرية في الخارج نقش الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بالإعداد للدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جناف والتي تبدأ أعمالها في السادس من سبتمبر الجاري وتستمر لقرابة شهر وكذا التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في مصر والمقرر عقدها بجناف في يناير المقبل وأوجه عبد العاطي البعثة المصرية في جناف بمواصلة الجهود لشرح طبيعة وحجم التطورات التي يشهدها ملف حقوق الإنسان في مصر مؤكدا على أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تولي أهمية متقدمة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية